اشتركوا في القناة طائرة مسيرة حيث تم اسقاط 185 طائرة مسيرة من أصل 185 أي لم تصل أي طائرة على الأرض فضلا عن اسقاط 103 صواريخ باليستية من أصل 110 والسبعة صواريخ المتبقية ارتطمت في عدة مواقع لم تشمل المدن الرئيسية مثل عسقلان وحيفا ويافا وتل أبيب وبئر السبع إلى جانب اسقاط 36 صاروخ كروز من أصل 36 ويوضح خبراء أن الهجم أشبه بسيناريو إيراني أخفق في تحقيق أهدافه لأسباب قالوا أنها تعود لإعلان مسبق للهجوم من قبل الجانب الإيراني الإعلان عن إغلاق البعثات الدبلوماسية في أربيل قبل الهجوم بساعات إعلان شركات الطيران مثل شركة لوفت هانز الألمانية وغيرها تعليق رحلاتها ليوم السبت في الثالث عشر من الشهر الحالي إعلان إسرائيل تعليق الدوان في المراكز التربوية حتى يوم الأحد كان قبل الهجوم بساعات قليلة استعمال صواريخ وأسلحة بطيئة حلقت فوق المدن العراقية بشكل منخفض وتم رصدها وتصويرها بالعين المجردة قبل أن تذهب إلى إسرائيل وهي ما تجعلها أهدافا سهلة بالنسبة لمنظومات الدفاع الغربية والأهم هو إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن إبلاغ إيران لهم بالرد وأن الرد سوف يكون محدودا في المقابل تسود حالة الترقب لحجم الرد الإسرائيلي سيما بعد أن كشفت Wall Street Journal عن مسؤولين غربيين توقع رد إسرائيلي بشكل سريع وقد يكون خلال الساعات المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر